أسعد الله وقاتكم وعزائي المشاهدين حالة من عدم الاستقرار متوقعة خلال الأيام القادمة نشاط في الرياح وأيضا تقلب وعدم استقرار في اتجاهها تعرف على أجوانها أكثر حاليا الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتوقعها تنشل تدريجيا خلال الساعة القادمة وتتراوح ما بين 15 إلى 40 كم في الساعة أجوانها صافية حاليا لكن عبور السحب سيستمر بين الحيم والآخر والعدة أيام حاليا سرعتها 20 كم في الساعة ودرجة الحرارة حاليا 30 درجة مئوية والرطوبة النسبية 31 عدد استمرارية الهوى الكوس وتقلب باتجاه الرياح وهو اللي ساهم في الحد من نسب الرطوبة لكنها ملحوظة أكثر على المناطق الساحلية رؤية الأفقية جيدة حتى الآن 10 كم متوقع أنها تتراجع بعض الشيء مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية صور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة تبين عبور السحب لموجود مو بس على الكويت على الكويت وعلى أقصى شمال المملكة العربية السعودية وأيضا المناطق الوسطى وعبور السحب رح يستمر ويانا اليوم وباتجر وعقبة أجوانا تكون بوجعها مخائمة جزئيا بعض الشيء تأثير المخفض الجو يأثر على الكويت وعلى مناطق عدة من الجزيرة العربية تحديدا المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية وأقصى شمالها فرص الأمطار ونشاط الرياح تسبب في إثارة الأتربة والغبار أيضا متوقع أنه يأثر هذا المخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة مع نشاط الرياح بين الحين والآخر سرعتها متوقع أن يتجاوز 45 كيلومتر في الساعة وتصل 50 أحيانا مساء اليوم تقريبا أجوانا ستكون معتدلة نسبيا استقرار نسبي في الطقس خلال هذه الفترة أي استقرار يعتبر استقرار نسبي ومؤقت حالة عدم الاستقرار متوقعة خلال الأيام القادمة مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية أكثر خلال الأيام القادمة حاليا الهوى كوسو راح يستمر ويانا جنوبي شرقي إلى جنوبي تدريجيا والرياح سرعتها تكون من 15 ل 40 كيلومتر في الساعة خفيفة إلى المعتدلة راح تنشط تدريجيا حتى نهاية اليوم وتصل سرعتها تقريبا تراوح ما بين 40 كيلومتر في الساعة وباشر راح تصل 45 كيلومتر في الساعة أجوانا غائمة جزئيا بعض الشيء على بعض المناطق عبور الصحب يستمر 28 درجة مئوية كحد أقصى متوقع عليه ساعة 12 بالليل 29 في مطار الكويت وشمال الكويت العبدالي 27 درجة مئوية غرب الكويت 31 29 إلى 28 جنوب الكويت ساعة الصباح الأولى درجات الحار تراجع شوي عبور الصحب يستمر ويانا 28 في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي 26 في شمال الكويت وغرب الكويت 28 و 26 إلى 27 درجة مئوية جنوب الكويت البحر راح يكون خفيفة لمعتدل يرتفع تدريجيا الموج فيه يتراوح ما بين الثلاثة إلى ستة قدم والرياح راح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية يبدأ تجاه الرياح بالتحول ويكون ملحوظ أكثر في ساعات الظهر أو منتصف نهاري يوم الغد الرياح راح تكون من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تدريجيا مساء يوم الغد راح تتحول إلى الشمال الغربي 43 درجة مئوية إلى 42 درجة مئوية ارتفاع في درجات الحرارة راح يستمر ويانا باشر وعقب لكن بعده نتوقع أن يتراجع تقريبا تتراجع درجات الحرارة عما كانت عليه في الأيام السابقة فالارتفاع اللي كان موجود ويانا ارتفاع مؤقت عبور السحب مستمر ويانا 43 العظمى متوقعة في العبدالي شمال الكويت غرب الكويت 42 درجة مئوية جنوبا 42 درجة مئوية والرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة من 15 إلى 45 كيلو متر في الساعة مساء يوم الغد تبدأ بالتحول تدريجيا من جنوبية غربية إلى شمالية غربية وأيضا تستمر في نشاطها بين الحين والآخر من 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة ودرجات حرارة متقربة في أغلب المناطق 30 إلى 32 في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي وتصل إلى 33 في شمال الكويت وغربها أيضا إلى 30 درجة مئوية وجنوبا 30 إلى 32 درجة مئوية وأيضا البحر ما ننصح فيه لأنه سيكون معتدل على الموج من 3 إلى 6 قدم أخوانا الحداغة ننصحكم بتأجيل أي نشاط بحري تداء من الليلة وباشر وعقبة لأن نشاط الرياح سيكون ملحوظ أكثر وسرعة تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة يعني 7 و 8 قدم وهذا سيكون مزعج فترة السرايات خطورة تتكمن في البحر وتكون أكثر من البحر وأي استقرار يكون مؤقت الجو أحيانا يكون في الديرة يكون الجو مستقر والأجواء مستقرة لكن البحر يكون الوضع غير لذلك نتمنى منكم تأجيل أي نشاط بحري المد الأول ساعة 2 دقيقة الفير المد الثاني الساعة 21 دقيقة ظهر الجزر الأول ساعة 7 و 53 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 28 دقيقة والفترة هذه من فترات الحمل أما المواقيت بذن الله الفير الساعة 4 دقيقة وشروق الشمس الساعة 25 والمغرب الساعة 6 و 14 دقيقة وعدد ساعات النهار باتشر 12 ساعة و 50 دقيقة مدينة الكويت التقس المتوقع فيها خلال الأيام الخمسة القادمة بذن الله باتشر الجمعة الرياح ستكون جنوبية شرقية من ثم تتحول إلى جنوبية غربية من 15 إلى 40 كم في الساعة عبور السحب يستمر ويانا 43 أظمى وصغرة 25 درجة مئوية الرياح من جنوبية غربية تبدأ تدريجيا بالتحول إلى شمالية شرقية في يوم السبت وتتراوح سرعة ما بين 15 إلى 45 كم في الساعة اللاحظ أن النشاط التدريجي يستمر في الرياح طبعا الرياح راح تكون بعدها 45 تصل إلى 50 في يوم الأحد 38 الأظمى والصغرة 23 درجة مئوية تتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في يوم السبت إلى شمالية وشمالية شرقية بعض الشيء في حساس للرطوبة راح يكون في يوم السبت والأحد على المناطق الساحلية طقس يميل إلى عدم الاستقرار في يوم السبت والأحد 50 كم في الساعة سرعة الرياح في يوم الأحد تصل ما بين 25 إلى 50 كم في الساعة الأظمى 32 والصغرة 22 درجة مئوية يوم الأثنين يقلب الهواء إلى الشمال الغربي الشمالي إلى الشمال الغربي تتراجع سرعة تدريجيا ويكون تقريبا من 10 إلى 32 كم في الساعة 33 الأظمى والصغرة 21 درجة مئوية أيضا فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق تتراجع سرعة الرياح أكثر في يوم الثلاثة والرياح ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية 32 الأظمى والصغرة 24 درجة مئوية والرياح تقريبا تتراوح ما بين 5 إلى 15 درجة مئوية عدم استقرار في اتجاه الرياح ونشاط ملحوظ في سرعتها خلال الأيام القادمة السرايات مستمر رويانا أجل أي نشاط بحري من أجل سلامتكم فرص لغبار قائمة أيضا خلال الأيام القادمة وتراجع الرؤية الأفقية سيكون ملحوظ في المناطق الصحراوية والمكشوفة نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر